أولا التباحث مع الجانب السناغالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الدفاع المدني والحماية المدنية ثانيا التباحث مع الاتحاد الدولي للاتصالات في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية والاتحاد الدولي للاتصالات للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي ثالثا تعديل اسم الهيئة العليا للفروسية ليكون هيئة الفروسية وتعديل المادة الرابعة من تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم خمسمائة وستة وسبعين المتعلقة بمجلس دارة الهيئة ليكون على النحو الوارد في القرار رابعا إضافة ممثل من كل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي إلى عضوية مجلس التجارة الإلكترونية خامسا اعتماد النظام العام الموحد لملاك العقرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن إدارة المناطق المشتركة وصيانة المباني بصفة استرشادية لمدة أربع سنوات سادسا الموافقة على ترقياتين للمرتبتين الخامسة عشر والرابعة عشر وتعينات على وظيفة وزير مفوض وذلك على النحو التالي ترقية سعد بن جوزان العجمي إلى وظيفة مستشار إداري بالمرتبة الخامسة عشر في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ترقية حمد بن سليمان النذير إلى وظيفة مستشار لشؤون الحقوق بالمرتبة الرابعة عشر في وزارة الداخلية تعيين الآتية أسماؤهم على وظيفة وزير مفوض ترقية سعد بن محمد البابطين إلى وظيفة مدير عام الإدارة العامة لمراجعة حسابات المؤسسات والشركات بالمرتبة الرابعة عشر في الديوان العام للمحاسبة ترقية خالد بن عبدالله الغنام إلى وظيفة مدير عام للشؤون القانونية بالمرتبة الرابعة عشر بالديوان العام للمحاسبة كما اطلع مجلس الوزراء على موضوعات عامة مدرجة على جدول أعمال من بينها تقريران سنويان للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وصندوق التنمية الزراعية وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات موضوعات موسيقى موسيقى موسيقى